أهلا أحبائنا مشاهدينا بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح سلام ونعمة مع جميعكم اليوم أنا رح أشارك شيء خاص على قلبي عم بشوفه كتير في هذه الأيام على صفحات التواصل الاجتماعي أول شيء أنا بحب أشكر الرب من أجل الفرص اللي الله بيفتحها ويتيحها للمؤمنين أنه يشاركوا إيمانهم في كل مكان سواء بكتابة الموضوعات أو بسواء الخدمات المتعددة والكلام الكثير عن الرب ولكن لاحظت في هذه الأيام ظاهرة غريبة شوي طبعا أنا بتكلم من خبرة مش خبرة سنة ولا سنتين إلي بالخدمة أكتر من سبعة وثلاثين سنة في الميديا وأنا عاوز أقول أنه الميديا هو سيف ذو حدين إما يكون لمجد الرب وامتداد ملكوت الله على الأرض وأنه نعلن شخص المسيح رب لكل الأمم أو الحد الآخر الوجه الآخر لنفس السيف ممكن يقطعنا إذا أسيء استخدام استعمال كلمة الله أو التكلم بشكل واضح عن يسوع المسيح بلاحظ من مشاهدتي للفيسبوك أنه صارت مسيحيتنا أو الكثير من المسيحية مسيحية المايكرويف المايكرويف يعني اللي بيعد الطبخات بشكل سريع بيسخن بشكل سريع أو ممكن يأخذ شيء مجمد أو طبخة بيتي بيسخنها وبيتكلم فيها وهذا مش خطأ على فكرة إذا استخدمت لمجد الله لأنه كلمة الله ممكن تتكرر مرة تنين وثلاثة وألف مرة وأنا كتير مرات نفس الخدمات بكررها من مكان إلى مكان آخر لكن أحباء اللي بلاحظوا أن اليوم في مسيحية ما فيها محاسبة ولا فيها مصداقية ولا فيها حتى شرعية أنه كل واحد يعمل محسنة في عينيه يعني كل واحد عم بيتكلم اللي عاوز يتكلمه بتكلم ممكن يناقض الشخص الآخر ولحظت كمان أنه في كتير عم منهاجم أحدنا الآخر من خلال التواصل الاجتماعي يعني بدل ما تكون أداة اللي نمجد فيها الرب ونتكلم فيها عن الرب وما تفهموني غلط احنا محتاجين لآلاف الخدمات ولكن أنا اللي بتكلم عنه اليوم مسيحية بدون محاسبة بدون مصداقية بسميها مسيحية المتعة مسيحية اللزة عاوز يتلزز بكل ما هو شيء مسيحي وكل شيء ممتع بدون الالتزام بدون الجد بدون الاجتهاد بدون الفحص بدون البحث بدون الدراسة العميقة بدون الاعتماد على روح الرب بدون الالتزام أصبحنا نتنقل من مكان إلى مكان وأنا عارف يمكن اليوم وضع الكورونا حجزنا أن نروح على الكنيز بس كتير ناس اليوم عم تتنقل عم بيستمتعوا بالترانيم وين فيه ترانيم أحلى ممكن يروحوا عم بيلاستمتاع بالوعزات وعم بيركدوا وراء الخدام وعم بيبحسوا عن كل أنواع الموضوعات لإشباع رغبة معينة لإشباع شيء معين في داخلهم بدل ما يكون أنه فيه جوع وعطش لحضور الله في حياتنا فإما نأخذ الكلمة ونتخم يعني من سيرة خين أو ممكن نأخذ الكلمة وتتحول إلى طاقة وتتحول إلى عضلات نستخدمها أحبائي فيه مشكلة اليوم في عدم الالتزام عاوزين كل شيء على السريع بدون فحص الذات وبدون يعني أنه نقوله يا رب امتحني يا رب افحصني شو الدافع اللي في داخلي ليه أنا عاوز أخدم ليه عاوز أتكلم وبعدين أحبائي أصبحت مسيحية المتعة لأنه ما فيش حد يعني عاوز يخدم أو يشهد أو يربح نفسه للرب يسوع المسيح ومع أنه أنظمة العالم عم تتحد وقوات الشر عم تزداد في كل مكان وإحنا عم نأخذ موقف المتفرج وفي نفس الوقت عم نستمتع نستمتع بالوعزات ومنستمتع بالخدمات ومنستمتع بالترانيم ومنركض واو هذا الخادم واو هذا المؤتمر فيه مؤتمر صلاة فيه مؤتمر خدمة فيه مؤتمر كده فيه الخادم الفلان فيه المرنم فلان وكله هذا كويس أحبائي ما تفهموني غلط بس أنا بتكلم اليوم عن عدم الالتزام مش عاوزين نتعب أنه أدرس كلمة الله وتعمق بكلمة الله وامتلئ بروح الرب تعرفوا أحبائي بعض الناس بفكروا إذا بعتوا شوية تقديمات كأنه يعني كفر عن خطياء وكأنه أكمل كل بره أكمل دينه وكأنه أرضى الله في هذا الموضوع أحبائي فيه محاسبة فيه مرجعية فيه مصداقية فيه حياة القداسة فيه حياة الطهارة نسلك كمسلك ذات وإذا أنت عاوز تتكلم تتكلم على الفيسبوك أو في أي وسيلة أخرى بتخلي الدافع صحيح وبعدين يعني مكتوب بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض كيف إحنا ممكن نخدم وإذا فيه بغضة وإذا فيه مقاومة وإذا فيه معاندة ومناقضة أيضا طبعا فيه اختلافات في الأراء وفيه اختلافات أحيانا من كنيسة لكنيسة أو من طايفة لطايفة لكن كل هذا ممكن نتكلمه ونشاركه بالمحبة لكن المهم أنه العالم يعرف أنه إحنا كنيسة الرب إحنا جسد المسيح على الأرض إحنا اللي نعمل عمل الله على الأرض إذا كنا ممتلئين من الروح القدس طب شو محتاجين نعمل؟ محتاجين نرجع للرب بتوبة حقيقيا وفعلا نعلن وحدتنا في الرب يسوع المسيح ونؤمن أنه الكنيسة هي جسد المسيح بغض النظر شو خلفيتك أجيت من الجزائر من المغرب من مصر من فلسطين من لبنان من الغرب من الشرق من أي مكان إحنا جسد واحد حتى نتمم مشيئة الرب شو رأيك نبتدي نتعب شوي بدل من حط الطبخة بالمايكرويف أو كل الأمور على السريع ونركض وراء أمور إن اليوم فعلا نزداد في النعمة وننمو في المعرفة ونزداد في الإيمان ونزداد في المحبة وتتوثق العلاقة المحبية وحدتنا أحدنا مع الآخر وأنا صدقني لما بتشهد عن الرب وبتعلن أنك رح تربح نفس ليسوع العالم كله رح يكون ليسوع المسيح أنا مش عم بستنى أنه العالم كله خايف من الكورونا واللي خايف من الوباء واللي احنا أوه في آخر الأيام وفيه للتشيب وفيه هذا الرقم وإلى آخري اخدم الرب اعمل من الرب لكن التزم أنك تنمو روحيا اقرأ كلمة الله صلي طور علاقة حياة الخلوة مع الرب وخليك إنسان فعلا معتمد على روح الرب خلينا أحبائي نتغير نتغير إلى صورة يسوع المسيح ونستخدم كل الوسائل وكل الأسليب حتى نمجد الرب يسوع المسيح تعرف حبائي ويلون إذا قال الناس فيكم حسنا يمكن عاوزين نمسك العصائم للنص نساير نساوم نتهادم على حساب الحق الكتابي عاوزين نستمتع ما احنا مسحيين خلينا نستمتع ولا عاوز فعلا تحمل الصليب تنكر ذاتك ومستعد الضحة في كل غالي وبكل نفيس وتكون مكرس تكريس كامل وملتزم التزام كامل وتكون جندي صالح ليسوع المسيح بصلي من كل قلبي إذا الرب لمسك بليز شاركنا حتى نعرف أنه فيه جيش معنا بوافقه على هذا الرأي والرب يبركك